شهدت مدولات الهيئة العامة للكنيسة مشاحنات بين أعضاء من الاتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة التي وجهت انتقادات شديدة اللهجة للحكومة ولوزير الأمن نفتل بنت بسبب التوتر مع قطاع غزة وامتناع الجانب الإسرائيلي عن مواجهة هذا التوتر على حد تعبير أعضاء المعارضة واجأ ذلك خلال جلسة خاصة للتباحث الأوضاع الأمنية على جبهة غزة بطلب من المعارضة وتحالف كحولفان هذا ودع رئيس تحالف كحولفان بني جانت أعضاء الكنيسة عن تحالفه مغادرة الجلسة كحطوة الاحتجاجية على مشاركة بنت من جانبه وجه عضو الكنيسة عن حزب ميرتس نيتسان هوروفيتس انتقادات شديدة اللهجة لنتنياه وبنت قائلا انهما يخشيان قول حقيقة انه لا يوجد حل عسكري للوضع في قطاع غزة بما رد بنت على الهجوم قائلا ان الذين لم يوقفوا الصواريخ على غلاف غزة يتجرؤون على تقديم النصائح والمواعظ بشأن البالونات الحارقة قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مواقع في مدينتي خان يونس ودير البلح في قطاع غزة فيما قصفت مدفعيته موقعا شرق مدينة غزة بذريعة ان القصف جاء ردا على اطلاق قذيفة من غزة صعوب الاراضي الاسرائيلية هذا وقصفت الطائرات الحربية بنحو عشرة صواريخ موقعا شمال غرب مدينة خان يونس ما ادى الى تدميره واشتعال النيراني فيه والحاق اضرار في ممتلكات المواطنين القريبة كما قصفت موقعا غرب مدينة دير البلح ما الحق دمانا وخرابا فيه وبالممتلكات المجاورة واطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على موقع بالقرب من مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة ما ادى الى تدميره والحاق اضرار في ممتلكات المواطنين واراضي زراعية قريبة باغلبية قاض واحد ألغت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية شطبة ترشيحي عدوات الكنيسة عن القائمة المشتركة هبا يزبك لانتخابات الكنيسة الثالثة والعشرين الشرع اليمين الاسرائيلي يعني يأخذ هذه الموجة الى اقصى حدود التطرف يعني لا يبخل على التحريض اليومي هناك محكمة عدل العليا أقرت في ملف النائبة هبا يعني عدم شطبها وشرعية خوضها للانتخابات على سبيل المثال القرار كان خمسة اربعة يعني قرار فعلا دقيق جدا 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 ولكن مع هذا فهم لا يحترمون محكمة العدل العليا يأخذون القرار الى منحة اخر في كل وسائل الإعلام اليوم يعني يذهبون الى اقصى الحدود يهاجمون القضاء الذين لم يشطبوا هبا قرار يأتي بعد حملة تحريض واسعة قادها اليمين ليطال المجتمع العربي وقياداته مستهدفا العمل السياسي العربي في البلاد لكنها ايضا سياسة يتبعها اليمين وقاداته السياسيين لتطال ايضا شخصيات اجتماعية وفنية في مسعى منهم الى رفع شعبيتهم وزيارة تمثيلهم في الكنيسة جزء من محاولة محاصرة الجماهير الفلسطينية في الداخل بعد ان صادروا ارضنا بعد ان هدموا بيوتنا بعد ان هجروا شعبنا الان يريدون ان يروضوا لغتنا بحيث اننا ان نبدأ باستعمال لغتهم يعني بدل ان تقول فدائي او مناضل تقول مخرب بدل ان تقول مقاومة ان تقول ارهاب هذا كلام غير معقول يعني هذا ليس انتماؤنا وليست لغتنا ولن ينجحوا في فرض هذه اللغة مهما حدث اسرائيل التي تدعي انها واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط تلاحق العمل السياسي العربي في البلاد وتحاول وقمعه بتحريض ارعن وملاحقات تهدف الى كم الافواه وهو اسلوب تتبعه مع اي صوت مغاير فرضت محكمة الصلحي في مدينة حيفا السجن الفعلي مدة 28 شهرا على رئيس الحركة الاسلامية المحظورة اسرائيليا الشيخ رائد صلاح بتهم التحريض على ممارسة الارهاب والعنف ودعم تنظيم ارهابي وفقا لقرار المحكمة وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ صلاح داخل السجن في الفترة السابقة ما يعني انه سيقضي مدة 17 شهرا اخرى ليتم محكميته في السجن وقال القاضي في المحكمة شلومو بينجو في حيثيات قراره ان تصيحات التي ادل بها الشيخ صلاح في مناسبات عدة وجاءت ضمن لائحة الاتهام ضده تجاوزت جميع ما هو مسموح به وفق القوانين المرعية واشار الى انها لا تندرج في اطار حرية التعبير عن الرأي بدوري قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة ان الحكم كان جاهزا مسبقا وهو يرتكز على الاجواء العنصرية والتحري ضد العرب وتقييد حرية التعبير وعملها السياسية تظاهر الاف المغربيين بمشاركة جميع الاحزاب السياسية والهيئات النقبية والحقوقية والجمعوية في العاصمة المغربية الرباط بمسيرة شعبية احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما يسمى بصفقة القرن الرمية لتصفية القضية الفلسطينية وأكد المشاركون على أن هذه المرحلة تعد أخطر المراحل التي تعيشها القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه التي أقرتها الشرعية والمواثيق الدولية مشددين على رفضهم القاطع للخطط الأمريكية الإسرائيلية المزعومة هذه المعركة الأساس فيها هو مقاومة كل الحرف عن ما قرسوا الشرعية الدولية بدورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة أخط الشيء جئنا اليوم باسم حزبنا حزب الشعور والاستقلال تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وأننا لن نقبل المساس بالقدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين وأن هنا قلبا وقلبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق نقول لا يكون لأفروحات الإسرائيليين وكانت مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية قد دعت لهذه المسيرة التضامنية للتأكيد على موقفهم الواضح والدعم للفلسطينيين ومواصلة العمل إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة لفعاليات نسوية ضد صفقة القرن المزعومة شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات ومراكز وجمعيات نسوية تأكيدا على شاركتهن في التصدي لصفقة القرن ودعم لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إقامة دولته المستقلة وفقا للشرعية الدولية نقدم التحية للمرأة الفلسطينية التي تخرج اليوم اتحاد عام ومؤسسات وأطر نسوية وجمعيات ورجالا وشبابا وشيوخا نخرج لنرفض صفقة القرن ونقول لترامب لا لصفقتك ولا لأي مؤامرات ولا لأي أمال تضخ على الشعب الفلسطيني الفعالية لم تقتصر على نساء غزة حيث نظمت في المقابل وقفة احتجاجية أيضا في الضفة الغربية وفي الشتات تحديا للمخططات الأمريكية الهدفة إلى تصفية القضية الفلسطينية جئنا اليوم كمرأة فلسطينية لنعلن تضامننا في الوقوف ضد صفقة ترامب وبنكرر للعالم كله أنه وعد بالفر لن يتكرر وحتضل القضية الفلسطينية قضية سياسية مطالبة بحقوق الفلسطينيين ومطالبة بالقدس الشريف وبالأراضي التي سلبت جئنا اليوم لنؤكد للعالم أجمع أننا كنساء فلسطينيات نرفض هذه الصفقة ولنقطع الطريق على الإدارة الأمريكية التي تحاول شرع نتائج هذه الصفقة خاصة في الأيام القادمة ستحاول إيجاد مضالة لها وكذلك لإنصال صوتنا لكل الأصوات النشاز التي انطلقت وتنطلق من هنا وهناك للضغط وقبول للضغط على شعب الفلسطيني لقبول هذه الصفقة المرأة الفلسطينية حاضرة في كافة أشكال النضال دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي هذه الوقفة الاحتجاجية تؤكد أنها شريكة في النضال ضد هذه الصفقة حتى إسقاطها هذا البيت كان يجمعنا اليوم صعب نجتمع في بيت مثل ما كان هذا البيت يجمعنا أربع عائلات شتت وصالها وباتت تسكن في منازل للإيجار في البلاد وخارجها عقب قرار المحكمة التي اشترطت عدم هدم المنزل إلا بإخلائه من أفراده وعدم السكني فيه تسكن في بيت إيلاك اللي هو مبني على أرضك اللي ورثتها من جدود جدود الحمد لله رب العالمين هذه الأرض تطابوا فيها من 300 سنة موجود وبين أنك ثلاث بيوت يطلع كل واحد يعيش في منطقها وفي تكاليف الإيجار اللي موجود اليوم بذة الوالد في هذا الجيل يسكن في إيجار شيء صعب جدا معاناة معاناة في كل ما تحمل الكلمة من معاناة منذ أكثر من ثلاث سنوات وعائلة عبد الغني تنتظر إدراج بيتهم ضمن الخارطة الهيكلية كي يتمكنوا من العودة ولم شمل العائلة من جديد إلا أن آمالهم هذه تتضاءل مع مرور السنين نحن اليوم كل خارطة مفصلة كيف حكيت في اللجنة اللوائية بتوصل لللجنة اللوائية في الآخر ترفض بعد سنة ونص من هذا العمل مبالغ كبيرة كبناء وكتجهيز المنطقة كلها للسكن خوارة مفصلة كلفت لوحدها بين مهندسين وبين مستشارين وبين مخمنين للمنطقة وبين تقسيم للأرض كلفت أكثر من مليون شيكل خوارة مفصلة لوحدها تحديات التخطيط والبناء في المجتمع العربي حيث تماطل السلطات الإسرائيلية في المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية بالخارطة الهيكلية من الفحم فعلا يعني اللجنة اللوائية أكرت تقديم الخارطة الهيكلية حتى بدون تشاور معنا وكان إنه اعتراض وامتعاض من حقيقة إنه بلدية 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 اللي عدد سكانها 57 ألف نسمة لم يتشاور معها بتقديم بإداع الخارطة اللي تبع لها يعني مفروض حتى بالأدبيات إنه لازم يشاورونا ليش؟ أنا بقول لكم من هنا طبعا هاي نقطة الانطلاق لأنه على ما يبدو هم بفكروا إنه بالمعرفة بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء موجود عندهم وكأنه إحنا الصعليك الصغار اللي بيعرفش ولا إيش بالتخطيط لا في عنا خمات في عنا طاقات في عنا شباب في عنا شابات اللي في عندهم قدرة على التخطيط وفي عندهم قدرة على التفكير للتخطيط السليم أكثر من عشرة آلاف بيت لا يملكوا أصحابهم طراخص بناء تسلم قسم منهم أوامر بالإخلاء الفوري بغية الهدم ومنهم من هدمت بيوتهم وتخطمت أحلامهم وتطلعاتهم بحياة مستقرة في قرية واد النعم في النقب عقد اجتماع جماهيري بحضور عدد كبير من ممثلي عائلات أهل القرية وثلة من ممثلي المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني واللجان المحلية بهدف رص الصفوف ضد مخططات التهجير الاجتماع كان اليوم بالنسبة لقرية واد النعم وخط الكهرباء الضغط العالي المر من القرية طبعا الناس يرفضون الرحيل وهدف السلطة هو ترحيل الناس وليس شركة الكهرب لأن الخط هذا يدور في القرية كأنه يعني أفعى لو أرادوا يعني مسلحة الناس لا مدوا الخط من الشارع وغرب أهلنا في واد النعم يسكنون هذه البلاد منذ فترة طويلة وهذه الأرض هي أرضهم ولن يتركوا هذه الأرض بأي شكل من الأشكال يعني هذه الهجمة هي هجمة خصيصة لأهل واد النعم لأهل المشاش وأيضا السر كل هذه القرى جميع هذه القرى تتأثر من هذا المخطط المتحدثون طرحوا في هذا الاجتماع المخططات الرامية إلى تهجير الأهل في القرية وفي النقب عامة وأكدوا ضرورة النضال ضد التهجير القصري للأهل والحصول على استشارات قانونية مجانية من مركز عدالة لكل من يستلم خطارا من وحدة يؤاب الشرطية للتحقيق معه معيان يعمل ليل نهار على تهويد المنطقة من خلال المخططات التي يطرحونها مثل خط الكهرباء وشارع ستة وهو يريد باستغلال هذه المشاريع لترحيل الناس ونحن بالذات اليوم نطرح قضية المخطط في قرية وادي النعم حيث كان اجتماع قبل أسبوع الدولة أو المخططين يضعون مخططات دون مشاورة الناس في حين الجدال هو أكثر على مساحة الأرض التي يجب أن تكون تابعة للقرية أصحاب الحق مصرون على التشبث بالأرض رغم المخاطر التي تهدد حياة السكان من وضع أساسات ضخمة لخط الجهد الكهربائي العالي والمخاطر الأخرى ودعوا إلى أكبر مظاهرة أمام سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع الخميس القادم بدأ العمال يتقاطرون على المكاتب والمصانع في شتى أنحاء الصين بعد أن خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل في أعقاب تفشي وباء كورونا الذي أودى حتى الآن بحياتي 908 أشخاص معظمهم في بر الصين الرئيسي وتوفي يوم الأحد 97 شخصاً مسجلاً بذلك أكبر عدد من حالات الوفاة خلال يوم واحد منذ اكتشاف تفشي كورونا أول مرة في ديسمبر كانون الأول في سوق للمأكلات البحرية في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه كانت هناك ثلاثة آلاف واثنتان وستون حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الأحد في أنحاء بر الصين الرئيسي ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى أربعين ألفاً ومائة وإحدى وسبعين حالة وسبب الوباء تعطيلاً كبيراً للحياة في الصين حيث تحولت المدن الصينية التي تعج عادة بالحركة إلى مدن أجباح خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن أمر زعماء الحزب الشيوعي بإغلاق فعلي للمدن وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمدارس وكانت السلطات قد طلبت من الشركات تمديد عطلات السنة القبرية الجديدة عشرة أيام بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مع نهاية يناير كانون الثاني وحتى اللحظة سيظل عدد كبير من مواقع العمل مغلقاً وسيواصل موظفون إداريون كثيرون العمل من منازلهم وخلط القطارات بشكل كبير من الركاب في واحد من أكثر خطوط متر الأنفاق ازدحاماً في بكين ووضع العدد القليل من الركاب الذين شهدوا خلال ساعة الظروة الصباحية كمامات وانتشر الفيروس في 27 دولة ومنطقة بخلاف الصين وفقاً لإحصاءات استندت إلى التقارير الرسمية وأصاب أكثر من 330 شخصاً وسجلت حالة وفاة خارج البر الرئيسي للصين في هونغ كونغ والفلبين وكلاهما من مواطن الصين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر